سبب وجود أكثر من رواية في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنها كلها من الصحاح لأن الناس بيختلفوا في الضبط مثلا حديث القبير حديث عذاب القبر قال إنه ما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما حدوما فكان لا يستنزه مش برواية وفي رواية تانية لا يستتر ودين كل الروايات ما بينها تنتعارض اليستنزه معناه ما بيكمل الطهارة والبيستتر معناه كان بيقضي حاجته أمام الناس فديل بيعذبوا شنو؟ في القبر وكل هذه الروايات فيها فوايد وتفسر ببعض